محمد صلاح في ورطة والشرطة البريطانية تتدخل وقع نجم الكرة المصرية محمد صلاح في موقف صعب حين تعطلت سيارته على الطريق السريع في مدينة ليفربول ما أدى لتدخل الشرطة البريطانية وإنقاذ الموقف تعرضت سيارة صلاح لتلفي الإطار مما أوقفه في الطريق السريع واضطره للاتصال بالدورية المرورية لمساعدته التي تفاجأت برؤية هدف ليفربول الأول وجاءت المعلومات في تقرير نقلته صحيفة من الصحف البريطانية أن صاحب الثمانية وعشرين عاماً كان يتجول بسيارته من طراز بنتلي والبالغ سمنها 208 ألف دولار في منطقة نيتس فورد وفجأة تعرض الإطار الخاص بسيارته لسقب أحدث به درراً كبيراً وتعد تلك السيارة جزءاً من إسطول سيارات اللعب المصري الذي يتضمن أيضاً سيارة لامبورغيني بقيمة 350 ألف دولار وسيارتين من طراز مارسيدس تبلغ قيمتها 324 ألف دولار وسيارة أودي بقيمة 70 ألف دولار وسيارة تيوتا كامري تقدر ب38 ألف دولار فيما قدم بعد الحادث أحد العاملين بدورية الخدمات المرورية البريطانية لمساعدة اللعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ قبل عادة السيارة وصلاح إلى منزله في السياق أيضاً كشف العامل المحزوز بحسب الصحيفة الذي أوصل صلاح لمنزله أن النجم المصري أخبره بتوقع جريء لسباق الدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قائلاً أخبرت صلاح أنه من المؤسف أن ليفربول لم يستطيع الاحتفال بلقب الدوري مع الجماهير هذا الموسم بسبب إجراءات فيروس كورونا لكنه أكد على أنهم سيحققون اللقب مرة أخرى هذا العام كما أضاف العامل الشاب أنه لم يتعرف على صلاح في بداية الأمر ولكنه تفاجأ بلباقة النجم المصري لاحقاً عندما تعرفه عليه إلى ذلك أشارت الصحف إلى أن تلك الحادثة وقعت قبل أيام قليلة من مباراة ليفربول الأخيرة بالدور الإنجليزي أمام ليدز يونيتد التي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة أربعة ثلاثة بالجولة الأولى من البريميرا تحت البحث بانتصار الريدي اشتركوا في القناة